حيا مجلس الوزراء ذكرى عاصفة الحزم التي أطلقها تحالف دعم الشرعية تلبية للنداء الواجب الأخوي والعروبي في مواجهة مشروع ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني أكد مجلس الوزراء في اجتماعه مسأمس بالعاصمة المؤقتة عدن أن عاصفة إنقاذ اليمن تمثل تحولا هاما في مسيرة العمل العربي وإدراكا بواحدية المصير وضرورة التصدي الحازم لكل مشروع يستهدف هوية وانتماء الأمة في أي دولة عربية وأشهد مجلس الوزراء بالتزام الأشقاء القوي في العمل مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار عبر استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وجدد مجلس الوزراء موقف اليمن الثابت من القضية الفلسطينية وحق شعبها الشقيق في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف